كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على تكتيف الفعاليات التقفية والفنية على مدار العام وفي كل المحافظات وذلك بما يسهم في تعزيز الانتماء والهوية لدى الشباب جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بوزير التقافة أحمد فؤاد هنو لاستعراض رؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار التقفية وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه رؤية المقترحة لكونها تعزز الاستفادة من الأصول التقفية للدولة من الفنون والتراث والصناعات الإبداعية وغيرها لتحقيق عوائد اقتصادية واكتماعية تنعكس على جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان